السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابنا خوضنا سحرنا مرحبا بكم بقالنا يوم لا يومين على شهر رمضان باذن الله اتمنى لكم رمضان كريم كامل اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلام والاسلام والمسارع الى ما تحب وترضى والعافية المجلة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا خوتي لا تنسوا نية الصيام من الآن اقول هذه الكلمات اللهم اني نويت ان اصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم ايمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما اما فيما يخص هذا الفيديو اللي حتيته لكم اليوم خوتي هذا فراخ كناري بعمر 13 يوم كما راكم تشاهدوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بصحة جيدة نظافة نظافة العش ونظافة الفراخ المعلومة اللي نعطيها لكم اليوم هي الانثى متى ينقص الحظن للفراخ تحها يعني يبدأ يتناقص حظن للفراخ تحها ابتداء من اليوم الثامن التاسع لماذا؟ لان الفراخ اكتسبت بعض الرش ودرجة الحرارة تحها اصبحت ثابتة يعني تلقون رسقين في بعضهم بمعنى درجة الحرارة تحهم ثابتة كيف كيف الانثى تبدأ تهجر الفراخ تحها ابتداء من اليوم التاسع يعني ينقص الفقس ينقص الحظن اما ابتداء من اليوم الثلاث عشر يعني تهجرهم نهائيا ما تحضنهمش ما تخافوش كيتاحوا في هذه المشكلة عادي جدا هذا هو موضوعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى